بحث وزير البترول تارق الملة مع رئيس التنفيذي لشركة بريطانية خططها لدخي الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط وكذلك بحث موقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة وخلال اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال السنوات السلسة القادمة مرشحة لتضاعف حال نجاح في تحقيق اكتشافات جديدة وتعتزم الشركة البريطانية حفر أربعة أبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر